أهلا وسهلا فيكم مشاهدي هنا الاقتصاد تمر المستشفيات اليوم بحالة صعبة وحرجة بعد محاولة الخروج من أزمة مالية وصحية وانفجار مرفق بيروت هي اليوم تواجه من جديد حرب وانفجارات واختيالات ورغم ذلك فهي مستمر وتستقبل أعداد كبير من الجرحة وكانت دعت وزارة الصحة المستشفيات لاستعداد ورفع الجهوزية معنا بالحلقة اليوم رئيس دائرة المستشفيات بوزارة الصحة الدكتور هشام فواز وأمين صندوق نقابة المستشفيات الخاصة وميشيل شهين أهلا وسهلا فيكم اليوم بحلقتنا أولا رح بلش معك دكتور اليوم قديش بعد اللي صار مبارح قديش صارت أعداد الجرحة والقتلة؟ نحنا بداية الأعداد طبعا ارتفعت لحد مبارح بالليل نحنا آخر بيان نزلناه بتصور صننا بالأربعمية وزمني غلطان صراحة لأنه يكون دقيقة مع الضغط لأنه أصابي يطلع من عندنا بس عشان نعطي أرام دقيقة للمواطنين نحنا بداية نحنا صننا مبارح لحد مبارح بالليل 492 شهيد و1645 جريح من بين الشهداء في 35 طفل و38 امرأة وطبعا العدد مرجح أنه يزيد هادي بس عم نحكي بغارات مبارح فقط بين الجنوب وعالبك الغرم والبقاء الغربي طبعا هذا العدد مرجح يزيد بشكل كبير للأسف لأنه بعد في كتير ناس عم يوصلنا من فرق الإنقاص تحت الركان وبعد في ناس حالتا كتير خطرة بالمستشفيات رح أنتقل لعندك أستاذ ميشيل اليوم هالأعدد اللي عم بيحكي عنا هل أنتوا قادرين تحملوا هالكم من الجرحة والقتل اللي عم تجي على المستشفيات وفي حال استمرت؟ الحقيقة أول شي بأننا نعزق أهالي الشهداء وألا يصبر الجرحة نحنا عنا المستشفيات بالوقت الحاضر أكيد جاهزة اليوم مثل معا الأستاذ هشام هذه المناطق اللي اتضررت أكتر شي هي بجنوب وبالبعض والهرمين يعني هول المستشفيات مبدئيا طبع هالمناطق اللي استقبلت الجرحة والشهداء معناتها مستشفيات بغير مناطق بعدها بعدما ما طلعنا من الضربة طبعا ثلاثة الماضي والأربعة ما طلعنا منهم إنما المستشفيات بالوقت الحاضر بعدها جاهزة لا سمح الله إجا ضربة تانية أو تالتة يعني بعدها قادرت استقبل على شرط تكون موزعة يعني لسوق الحظ عم بيكون الضرب الخبيط مركز على هالمناطق بس الوضع كتير صعب الوضع صعب دكتور اليوم في سؤال يعني في فئة من الناس عم تسألوا إنه ليش اليوم الوزارة بدأت قطي التابعين لحزب الله وهو قرار سلم الحرب بإيد حزب الله أول شي نحنا اليوم حلقة بتصور هي صحية بدك يعني تسامحني أول شي أنا لا لا أنا أحجابك لا لا أحجابك أول شي نحن حلقة صحية إنه حلقة صار حزب الله عم بيأمن بمؤسسات لا لا خليني خبرك شي نحنا اليوم أنا مني جاي في تحليق RCS وأنا جاي في تحليق الصحي بيكون صادق معك وراح جابك على السؤال الثانين أنت ذكرت مرتين قطلة أنا باطرتها هذه الجملة أنا بات تبرون شهده صحي يعني بدك تسمح لي أساب التريد أنا مرأت أول مرة لكن ثانا مرة ما بتمروا يعني احترامي للمخطة اللي أنا فيها لا أكيد نحن متحدثتك بس هدول شهده أول شي نحن سأتهم بارح إن شهده مدنيه في أطفال إذا أنا بأعرض الصور مش كلتهم هو شهده اللي بني هم مواطنين لبنانيين قبل ما يكونوا أي شي إذا أنا بأعرض الصور اللي عندي للأطفال والردع اللي كانتهم ببيوتهم آمنين ما بتصور في حدا بيقدر يعطي زريعة لهذا العدو تحت أي مسميات أول شي لحكى وزارة الصحة منتزمية بمواطنين لبنانيين إن كان بحزب الله ولا غبار بحزب الله أي مواطن لبناني على أعرض اللبناني هم مواطن لبناني شو ما كان انتماءه السياسي والطائفي نحن دولة بنتعاطم مع جميع المواطنين لبنانيين ما بتصور لحد هاليوم حدا قدر بيقدر يسحب الهوية من أي حدا مين مكان يكون نحن بوزارة الصحة ما بنشتغل سياسة نحن بنشتغل صحة وبالصحة نحن بنتعاطم مع كل الأطياف اللبنانية عمختلف شواربة أو مشاربة عفوا السياسية والطائفي نحن كوزارة الصحة لبنانية مسؤولة عن اللبنانيين بيقدر نصر عن انتماءهم السياسي والطائفي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب فبهذا الموضوع نحن لا عم نخدم أي هدف عسكري ولا عم نقوم بأي دور عسكري ولا عم نقوم بأي دور سياسي نحن مش شغلتنا السياسي وما بنشتغل سياسي ولا اليوم جاي أحكي سياسي أنا اليوم جاي أحكي صحة بيور صحة نحن عم نشتغل صحة هيدولي أهلنا هيدولي ناسنا هيدولي شعبنا اللي مبارح كانوا بالمستشفيات هو أهلنا هو ناسنا وبعدها كل المستشفيات بلبنان قبل الجهر التحية لما استقبلت ما سألت هيدا أزب حزب الله ولا برات حزب الله استقبلوا كل الناس من دون استثناء أوكي لأنه هيدا هيدا أصل رسالة الطب رسالة الطب اليوم بكل العالم مش بس بلبنان التعامل مع الجريح ومعالجته بغد النظر من هو يعني هيدا رسالة سماوية والأستاذ بيشل في أكد على حكي اليوم نحنا برجع بليك دورنا الطب أهل السياسة هن بيحكوا سياسة بس نحنا كوزارة الصحة مسؤولين على اللبنانيين ومكمنين بهذا الدور ما حدا يلبسنا طوب سياسة لأنه البعض سرع بيحاول لبسنا طوب سياسة لأنه ما عم نلبس طوب سياسة طب على أي أساس ما أخذتوا أسماء الجرحة بالمستشفيات مين آل ما أخذوا أسماء الجرحة مين آل ما أخذوا أسماء الجرحة حلاغ إيه نحنا اليوم ام schools إذا فيش شيء أ guesses معينة اي سؤال ما بدك تجاوب علي لا انا جاوب علي كل اسئلة اطوال مثلا هيدا السؤال انا ما عندي شيء خبه انا عندي اسئلة عب حتهم عب حت اسئلة موجودة النيس بدأ تسأله لا بدأ لا ما حدا عن مسأله ما حدا اسمعين شوية ما حدا عن مسأله غير اللي بده يسأله بالعكس اطوال بردون خليني جاوب عن استاذ هشام لقلته انت مش مظبوط ابدا انا موجود على جروب خلقته النقاب للمناطق كل منطق في مدرع المستشفى الوزارة حلقته لا لا وزارة الوزارة وزارة الصحة نحنا بس عن استطول لا 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 لأننا نلضح الامور متما هي وزارت الصحة الوزارة الصحة عم تعمل شغل جبار ومش من مبارح وقوال تمبارح صارلن اشهر ومش بوجو للزلمي بس عن جد يعطيهم 1000 عافية عملوا شغل رائع حدرونا 이랑 حدرو كل مستشفى لبنان من اشهر من اشهر حدرو المستشفى كل حكوميه وخاصه جميع المستشفيهات جهازه كانت لها اليوم عم بناعمل شغل كبير هلا ده اوصل اليوم اليوم فيه جروبيت موجوده على الموبايلز كل منطقه جغرافية كبيره فيها جروبي وحضرته موجود عليها والشباب اللي بالتيم تابعه وعنا فورم كل مستشفى بتعبي الفورم يوميا باسامة كل الجرحة والشهده اللي عنده عم نحكي على بلاتفورم موجودة كل العام فيها تشوفها نحن هاي ده موجودة بين مدر المستشفيات كل مدير مستشفيه عم بيحط ليحة باسامة اللي عم بيوصلوا لعنده يعني تنقول يعني معلش شي العام تحكي البدايه بس اخر شي في واقع الواقع انا عم مدير مستشفى عملك بنحط اسامة الجرحة والشهده اللي بيوصلوا لعنا وبنبعتهم للوزارة الوزارة عنده تاتا كله عنده الاسامة كله بقى هاي ده الحكي يعني بعتزر بس هاي ده حكي ما قاله ما قاله اي عيما نجوع بيلك انا دكتور هاي هاي الاسئلة انا مش مش عن عني عم بس ولكن في ناس عم تسأل ما هي المشاكل اللي وجهتوا اليوم بالوزارة؟ نحن اليوم أول شي بدي أرجع عيد أنا لو بدرني أتشقل لبكرة الصبح الطائم الطبي والممرضين والأطباء بكل لبنان بكل لبنان إليك ولا في مستشفى البنان إلا ما أعلنت البيت النداء بكل لبنان بدون استثناء ولا مستشفى رفضت مريض أو سألت عن مريض وهذه تحية شابوبا مثل ما أقوله نحن اليوم مشاكل لحد هلأ لأنه نحن محضرين مزبوط الوضع كله تحت سيطرة مش لأنه نحن هاك لو نحن ما في تحضير المتفاق للأستاذ ميشيل 11 شهر ما بتشوف هالردة الفعل السريعة اليوم نحن لما قلنا هو الضربات أقسى من انفجار مرفق بيروت لبعض أم لينا نحن ما عم نقلل من حجم انفجار مرفق بيروت والضمار اللي صار والشهداء اللي سأته أبدا لكن طبيعة الإصابات اليوم نحن عم نحكي على مستوى الطبي طبيعة الإصابات أغلبها أغلبها بيستدعي عملية باثنين وثلاثة واربعة وخمسة هذا الشي بحط لود على الكتاع الصحي اليوم أنت فرق ما يجي عندك 30 جريح بدون قطن وشاش ويفلوا فرق ما يجي عندك 10 جرح بدون ICU يعني العمل الطبي أكبر بكتير من الجرحة الطفيف هذا اللي كنا عم نقرده بمعنى أدي في ضغط على الكتاع الصحي البعض سيبدو يفسرها بإيلة تفسيرات تانية نحنا عم نقوله هيدا اللود ليجعل كتاعة الصحية كله إصابات بالغة يعني 3 ترباع المرضى حتاج الدخول المستشفى جزء كبير حتاج الـ ICU الجزء الأكبر حتاج عمليات نحنا صلنا عامين فوق 2500 عملية بساعات يعني ما عم تحكي عن قراءة معادية نحنا المشاكل لحد دلق ما في مشاكل الحمد لله مشاكل لهم طبعا الممرضين والأطوبة ما عم بناموا من نهاية دولة بشر برجع بيد نحنا عم نحاول ننقل الإصابات بالمستشفيات نخفف ضغط عن بعض المستشفيات لكن برجع بقلك الوضع ده حد هلأ تحت السيطرة ما فقدنا السيطرة ما في حدا والله عم يتحكم بالطريق أبدا نحنا لحد هلأ الحمد لله تحت السيطرة لكن اليوم بتقلي قدي فينا نكمل بهذه الطريقة بقلك طبعا الوضع عم بيصعب كل يوم عم بيصعب لأنه القطاع الصحي ما عم بلحق يتنفس يعني أنت اليوم تخيل بقل من أسبوع بقل أنت إذا أنت بدل الشحنة الثلاثة أربعة جمعة يعني إحنا اليوم بقل من أسبوع أنت سوف مستقبل فوق الخمس تاليف جريح وخمس تاليف جريح ثلاثة ربعهم بدلون دخل مستشفى وثلاثة ربعهم بدلون عمليات غير عدد الشهداء يعني بجعلك الشهيد الله يرحم ويمكن ما بيحط بدل تدخل جراحة لكن هو جرحة كله بدل تدخل جراحة وبدل متابعة وبدل عمليات وبدل موارد ما تمسى يعني عم نحكي عن كذا شئ نحنا بدل موارد مادية وموارد لوجستية هدا كله أنت بحرب تموس كلها ما شفت السلال اللي عم نشوفه اليوم يمكن اللي عم نشوفناه بأسبوع قد هو شهر من حرب تموس حتى نهار واحد كان نرفض يعني نحنا ما عم نحكي عن شيطة اللي عم طبيعي اللي عم بيصير اليوم بحياته مصايا باللبنان يعني بتاريخ لبنان الحديث اللي عم بيصير هدا أسبوع بحياته مصايا باللبنان برجع بالك لو ما كلها التحضير ما كنا نتيجة مختلفة كلية مختلفة كلية طيب السيد ميشيل اليوم بعد توسقه بالوزارة ايه اكيدة اكيدة عنا كل السقة بالوزارة اول شي لأنه بالطريقة التحضير مثل ما قلنا يعني اليوم صالنا اشهر 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 عم نحضر كل التواقم الطبية والتمريدية بالمستشفيات هيدا معناتها في معاي الوزير عنده كانت فيجن عنده رؤية انه بحال وقت الحرب تكون الارضية جاهزة ولهالسبب نحنا اليوم جاهزين هلأ الوزير يعطيه الف عافية عم بيدر قدمة فيه يعمل اخر شي مش هو الدولة اللبنانية اليوم عندك وزارة ميليه عندك مجلس وزارة بيعمل قدمة فيه الوزير مشكور عالشغل عم بيعملو انما نحنا للك شغلي بس توقع الكارسي ما معوض يسألو المستشفيات ما بحيطة سألي اليوم كل شي صار كل شي مرأ علينا معلش شرح مرأة يعني انا كل يوم كنت كمان على شاشة التليفزيون كنت معي مدير العينيه بوزارة الصحة بيحكي ما كنت سوا يعني وقلت لهم بكل وضوح اليوم صار التفجير طبعا مرفق بيروت التفجير الكارثة اللي اليوم ما قابضت المستشفيات كنا جايين لهن نحنا اليوم ما بنسأل يعني اليوم مش انه انه لا ونعم بنبكي لا لا خير نحنا باخر شي عنا دور وطن نقوم فيه حتى اليوم اصدق تقول انه لو ما دفعتنا الوزارة ليك ما حدا بيسأل ما رح نسأل مش ما رح نسأل اكيد نحنا بحاجة نحنا اليوم بوضع اقتصادي مأساوي اليوم نحنا ما عنا لا تسهيلات مصرفية لا عنا تسهيلات من الموردين اليوم المورد اللي عم بيبيني الدواء وعم بيبيني المصل مش بالدوكاش بضعها كعبة ولا ما بيسلمني اياها وستاذي شام بيعرف ترنيها لحكي صحيح صحيح نحنا المستشفيات اليوم بوضع يعني لا كفتك تروح مخسارة يخي ما في مشكل ما في مشكل بنخسر بنخسر اليوم نخسر مسا اخر شي عم نربح الوطن عم نربح المواطن اليوم يعني قال شغلة ساذي شام وهي ما صايرة من قبل اليوم لسوء الحظ اللي صار جمعة الماضي مش مبارح جمعة الماضي بالانفجارات طبع البيتجرز الجرحة كانت الإصابات ما شايفين مننا بحياتنا الحكا ما بيقولولنا ما شايفين هيك شي بالحرب البنينية ما شايفنا هيك شي وشو القصة انه اليوم يالي اضرروا عيونه هيدا مش انه فات عمل عملية وفل لا هدا بدي عمل عملية واثنان وثلاثة بدي عمل معالجات مش انه هيك بس اهل شغلة كتير مهمة انه القطاع الاستشفائية مرهق يعني اليوم لح نتعب معهم كتير لان هاي عم تروح على فترة طويلة مش انه فات مثل ما قال قطب او عمل شي او عمل عملية وظهر لا هيدا فيها متابعة هلا بالنتيجة نحنا عنا رسالة انسانية ما نقوم فيها واش بيتنا نقوم فيها احنا اليوم عنا مستشفيات على صلى ميات لسنين مش عم نحكي مستشفى عمره اثنين وثلاثة واربع سنين بقى هيدا لبنان هيدا وضعنا عايشين بهالمنطقة بدنا نتأقلم مع الوضع اللي نحنا فيه طيب قديش بدأين يكون الاستوك لك فيه استوكات اليوم الموردين عندهم استوكات كافية المستشفيات كل عندها استوكاتها اكيد اذا صار فيه شو بقوله بلوكيوس يعني صار فيه حذر يعني تسكير حذر البور او يعني الموانئ البحرية او البرية حصار حصار علينا اكيد فيه مشكلة تير كبيرة انما بالوقت الحاضر استوكات بتأدي ما فيه مشكلة استوكات ابدا دكتور هل الهبات فدتكن يعني كانت بحاجة لألا الوزارة نحنا لك لوصل الهبات انا كتير صريح لوصل الهبات لحد القليل قليل من الهبات بكل صراحة حتى من اول ما بلاش تلعب من الان كان من وزنة الولمتحدة او من بعض الدول اي اكيد اي هباب تجي نحنا منرحب فيها ومنشكرها لحد هلأ كدول اللي بعضوا مساعدة بشكل رئيسي من العراق كدولة الاردن بعض للجيش اللبنان المشكورين كيوان ايجنسي دبلي اوت شو بيديت لأسبهن وليونس في شكل رئيسي لكن الهبات مقارنة بالحاجة الفعالية نحن كتير بعيد عن الحاجة فعالية وبكل صراحة نحن بيعرف استاذ ميشيل نحن من اول لحظة طلبنا منعتمد على الهبات طلبنا من المستشفى تعزي ستوك لثلاثة أربعة شهر قدام يعني نحن من اول الحرب لان نحن صنحت عشر شهر بحرب عم نرض مستشفى تعزي ستوك ما حدا ينطل الهبات الهبات نحن عم نجي ندعم فيها المستشفى كدعم اضافي وبكل صراحة نحن ما عم ندعم بالجنوب أو بالبقاع أو بالبقرباء أو حتى بيروت جبلوين عم ندعم الخاص والحكومة من دون أي شرط يعني نحن عم نعطي الهبة عم نعطيها للحكومة والخاص مش عم نقول الحكومة اه والخاص لا نحن باللس بقلنا بهذه المعركة الحكومة هي ذاته الخاص والخاص هو ذاته الحكومة يجب أن يكون في التكاوب بالحكومة والخاص ونحن ما عم نميز بهذا الموضوع استدباع على موضوع المادي لأن الموضوع المادي أساسي واستدباع على اللي قاله بانفجار مرفق بيروت نحن من أول لها سحطينا نصب أعيننا خصوصا بالدربات هولي كبيرة نعطي حقوق المستشفيات ونقمنه سيولة تبقى مش بس مستحقت سيولة قبل المستحقات بشكل سريع وهلأ بعد شوية في لقاء بنقابة المستشفيات بمعالوزي والنقابة لأعلان كيف طريقة الدفع والفوتر لأنه سيكون بطريقة عاجلة بش بالبيروقراطية الإدارية العادية بموضوع السقوف المالية وا 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 لا سيكون فئلية من الحساب لحد الحكومية اللي هو حاليا تقريبا حوال 11 مليون دولار سيندفعوا بشكل سريع للمستشفيات وبشكل طارق جدا من أين هذه هذه خصوصة الحكومة اللي جرح حرب أول أزمة مش من هلأ مش جديد كننا حطينا هلأ رح مبلش نستعملوه بشكل سريع بشكل عاجل من خارج السقوف المالية ومن خارج البيوقراطية برحب علي الوزير المالية زارنا مشكور بوزارة الصحة وأعلن استعداده لتسهيل أي شيء بتعوز وزارة الصحة هناك تعاون كبير من باقي الإدارات بكل صراحة والكل عم بيستعدي يلبي ويخدم المستشفيات بموضوع السيولي لأنه هالمستشفيات بتعطيها سهولية دلوا وقفة أجريها طب ليه بعد ما عطيتون مستحاة تابعة أربع عاب رح تعطوني نحنا بموضوع مستحاة الأربع عاب هذا تفصيل أديب كوزارة الصحة صار فيه بوقتها مشاكل مادية صار فيه بموضوع راحوا بمصالحات ما يسمون مصالحات وبعضوا عم يتابع الملف لكن تأخر بوقتها لكن نحنا بوجود دكتور أبيض كان همه الأول اليوم معاني الوزيد دكتور أبيض أنه هاي المصرفات الطقبة دي حقوق اليوم قبل بكرة وإن أمننا سيولي بجألك سيولي هو موضوع قتير مهم مش بس أنه أنا فوترت لك معنا فيه فوترت لك ويدفع لك بعد سلع لأنه صارت هايدي القصة سيولي على أربع عاب لا لا ديها شو ديها لا مش لأنه صارت هالقصة بجألك 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 بخلينا نقارب الموضوع من طريقة موضوعية نحنا أستاذ بيشالي في يذكر اليوم اللي عم بيسيب وزارة صحة من قبل الحرب بلحية الفوتر الروتينية تسريع بالفوتر اللي احنا صلنا عم من فوتر والحول المصاري أسرع من شركات التأمين خلي العالم تعرف وهذا الأستاذ بيشالي صلح له بموضوع الفوتر أحيانا أحيانا عم يكون بس مأخرين شهر اللي وراء يعني المستشفى بتقدم في بعض عمال طبيعي عم بتكون في مثل خط بتلاقول خط عسكري يعني سريعة كتير عم تكون تديقات وعم تجي المصاري بموضوع الدفع نحنا برجع لك تأمين السيولة للمستشفى هو أساس غير أنه علنا التعريفات هذا مش موضوعنا اليوم لك علنا التعريفات وبعدنا عم تشغل عم تعليتها قبل ما تصير هالضربة نحنا علنا كالحكيم لـ 5 دولار مثل قبل الأزمة يعني نحنا مشتغلين بسيستام نرجع هذا النظام يتعافى شوي شوي عم بحكي عن مستوى الاستشفى بأنه مش برجع لك مش موضوع الحلقة لكن موضوع بتسريع الدفع للمستشفى أنت باك تطلب من المستشفى باك هم باك تلبى المستشفى هذه سياسة الدكتور أبيض سياسة بعالي الوزير تأمين دائموه من هذه المستشفى هلأ عم نعمل تقييم مع المستشفى بحاجة شوية وقت يعني عشان ما نسف أرقام لأنه هذا الأسبوع يعني أكتر من كل الحرب بأضعاف وأضعاف وأما بلاشنا الحرب يعني التكلفة المادية لهذا الأسبوع تختلف عن كل المرحلة الصابقة طيب أستاذ ميشيل هلإختصاصات المطلوبة اليوم موجودة عندكم كأطبة أنه تغطي هيدا الحوادث أكيدا نحنا اليوم المستشفى بيظل نهجرة يعني اللي صار من الأطبة لا والله الحقيقة رجع كثير أطبة وحتى يعني مثل ما قال هلأ أستاذ يشام رجعوا اللي بيتفعوه الأطعاب الأطبة قيمتهم رجعت مثل ما كانت قبل الأزمة وهيدا شغل كثير ساعدت أكيدا كمان بقطاع التأمين كمان علت تعريفاته للأطبة بعد المستشفى أسعاره كثير واطمة مع التأمين إنما للأطبة زادت التعريفات رجعت مثل ما قبل الأزمة وهيدا كله ساعد إنه الأطبة ترجع في كثير أطبة هاجرت رجعت يعني هادي كل يوم يمكن أن يقول نقيب الأطبة حوالها 60-65% من الأطبة التي هاجرت رجعوا إلى لبنان هذا شيء ممتاز هلو بتقلي عن إنه قدرين الاختصاصات نحن بشكل عام قدرين نلبي الكل إنما مثل اللي صار بالأسبوع الماضي اللي كان شوي مفوكس على الأعين والإيدان الإيدان ما عندنا أي مشكل للأضرار بس إنما الأعين عندنا عدة مراكز أعين بالبنان مش كل المستشفيات عندها مراكز للعيون مش هناك شفنا أنه في بعض المصابين انضطر وزارة الصحة تسفرهم لبرات لبنان ليجروا عمليات لأنه كمية يعني الأعداد مهولة كان مهولة بالمئات اللي انصابوا بعيونهم بس لبنان ما بيقدر يعني كل المستشفيات تلبي هذا إنما غير اختصاصات كلها ما في أي مشكل كيف قدرتوا تسيطروا على الوضع بالجمعة الماضي وبهال أيام الأخيرة لك نحن يعني اليوم الطاقم الطبي في لبنان متمرس ما ننسى أنه اليوم نحن كمانا من كم سنة يعني مش منه من كم سنة بس مرقنا بحرب أهلية مهولة فكله كان يعني مش أنه شغلة جديدة على لبنان إنما مثل رجع منعيد كمان وزارة الصحة حضرت حضرت الأرضية كلها مع كل المستشفيات نعمل ترينيج نعمل ترينيج نعمل اوديتين على كل اللي عم يصير يعني كل الطواقم الطبية بالمستشفيات إن كان أطب أو مريض كانوا محضرين حالا بقى هيدا كلها ساعدت كرمال بس يأتي هيدا الدرب القوية اللي سلققناها جمعة الماضي قدرنا كلنا نكون جاهزين ونلبي يعني بقتها صارت الضربة من حوالها الأسبوع الانفجارات طبع البيتجور فوق الميت مستشفى بلبنان استقبلت مرضى إنه ما بتحكي اليوم بلبنان كله عندك حوالها المية وخمسين مستشفى عندك ميت مستشفى بلبنان استقبلت جرحة وشهدى هذا رقم مهول دكتور اليوم مستشفى الرسمية عم بتعاني كمان أيضا فيها معدات مطلوبة لتوجه هذه الحرب كمان لتلبية نحن اليوم مستشفى أصدق الحكومية يعني نحن مستشفى الحكومية خلينا خبرك شي إذا منطلع جرافيا طبعا نحن اليوم نؤمن بالتكامل بين القطاع الخاص والحكومي هذه سياستنا وستراتيجيتنا من زمان نحن كنا عم نعزز الحكومي لنشيل تقل عن الخاص اليوم إذا بتطلع قبل ما يصير هاي المعركة الكبيرة اليوم إذا تطلع بالشريط يعني أنت اليوم بيستشفى بالتجبال قضاء بالتجبال في عندك ثلاث نشفى حكومية من أصل أربعة يعني واحدة خاص وثلاثة حكومة واللي حامل تقل بشكل كتير كبير هي مستشفى تبنين الحكومة بالإضافة اللي أنا غابحل إذا بننزل بنروح على نفس الشي مبير هبعل بك الحكومة يستقبل عشرات الحالات بالمئة الحالات فليوم الحكومة عم بيقوم بدور كتير كبير الخاص عم بيقوم بدور كمان كتير كبير برجعب أقولك لقام في الخاص شاب وبال لقام في الحكومة شاب وبال أنا ما بدي ميز اليوم لأنه الكل كان عنده نفس صد الفعل الكل كان عنده نفس الغيرة الكل كان عنده نفس التلبية نحن بالنسبة إلى وزارة الصحة اليوم الخاص والحكومة أول عامل صحي بأقصى شمال بالنسبة إلى نفس أقصى عامل شحي بأقصى جنوب الكل عم بيقوم بنفس الطريقة الكل عم بيلب النداء من دون أي تفرقة من دون أي حسابات من دون أي حسابات في ناس ضلت 48 ساعة من دون متواصل أطبوا وجرحين ضلوا يكن 24 ساعة 48 ساعة بجهد متواصل بهون ما في الواحد اللي ينحني أمام تضحيتهم يمكن شكرنا كلمة قليلة اللي برجعب عليلك وهذا الجهد تصدقني ما حدا أشتغل لا كرمال المصاري ما حدا مستعدي صرق برشي لا كرمال المصاري ولا كرمال أي شي بالعكس هذا الواجب الإنساني الضمير الإنساني اللي موجود الحمد لله عند هذا القطاع اليوم عن يوم عم بيثبت أنه عن جد قطاع صلب قطاع قادر يتفوق على كتير دول بتفوقنا إمكانيات بتفوقنا يمكن موارد لكن اليوم لأنه هذا شعب مؤمن شعب مؤمن ببلده شعب مؤمن بطاقاته برجعب لك الوضع صعب لكن الحمد لله هذه المستشفيات عم بتقوم بواجبة وأكتر من واجبة ونحنا بتأكد لك وزارة الصحة معالي الوزير ما رح يحض جهد إلا يوقف حد المستشفيات وقدام هالمستشفيات ونحنا كلنا كفريق هني بيعرفوا عم نواكبوا عم ندال 24 ساعة يعني متلقى الأخصوتي بيضله الأعلى يمكن نحنا عم ندال 24 ساعة مواك المستشفيات هاي الغرفة ما عم تسكر ونحنا هنضل نواكبهم بالنهاي هيدا البلد بلدنا وما عنا بلد تاني نروح له آخر سؤال أستاذ ميشيل ما هي معاناة المستشفيات اليوم وشو بتطلبو الوزارة شو بتطلبو الوزارة معاناة أكيد اليوم مستشفيات الغارات الإسرائيلية كانت يعني متعبة كتير 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 يعني عم بيجيون المستشفيات بغير مناطق بعدها نوعا ما هلأ طلعت من الشوك طبعا الأسبوع الماضي نحنا بحاجة أكيدة بدنا الوزارة تضل حدنا وغلق اليوم هلأ بعد شوية عنا مجلس إدارة بنقابة المستشفيات وجاي معاناة الوزير شو رح يحس فيها وراح سير فيه مؤتمر صحفي من قبل معاناة بس شو الموضوع لا الموضوع الأساسي هو مثل ما قال هلأ أستاذي شام هو طريقة تزديد المستحقات أو يعني تحتى يفرجين أنه هنه وافين حدنا الوزارة أنه مؤمن البجيت ولحي يسهل كل شي وشغلة كتير مهمة على أستاذي شام هو أكتر من قصة فوترة أنا ما مهمني فوتر طبعا أنا فوترت بأربع عاب وما أقبط شيء شو قال معنا فوتر إن شاء الله فوتر مليار أو إن شاء الله فوتر مئة مليون إذا ما قبضت مقلقيمة بقى اليوم ما عالي الوزير جاي على الأرجح بدي يقول إنه لأ أنا بدي أمنكن السيولة يعني اليوم بدي لح تكون شغلة سريعة ونحن هذا بالنسبة للمستشفات هو أكسيجين مثل ما قالتلك اليوم ما عالنا أي تمويل ما في أي تمويل بتاتا كله من اللحم الحي بقى بهالوضع بالتحرك اللي عم بيقوم فيه مع الوزير مع وزارة الصحة ومجلس الوزراء هيدا لحبي خلينا شوي نتنفس شوي لنقدر نكمل لنقدر نضاين هالفترة إن شاء الله الحرب تنتهي بأسرع وقت بس إذا القصة مطولتها كمانا كل اللي يعني ضلوا دعمين لنقدروا وقفين على الشراء قدرين نضاين في حال طوال لا منقدر نضاين نقدر نضاين يعني وضع صعب كتير بس معنا خيار شو بنعمل آخر النهار آخر النهار مثل يعني هولي أهلنا هولي أخواتنا هولي أبئينا وإمنا هولي أهلنا ما فينا يعني آخر النهار بدنا نلبي الكل يعني وإن شاء الله يعني بوقفة وزارة الصحة حدنا والمستشفاء بدأ إليه عشان الله دكتور في حال حصول حرب قادرين نحن نضاين وهالخطط عم تتنفز وشو لازم نعمل كمان آخر سؤال نحن إن شاء الله بجاب لك خليق بلك هذا البلد بلدنا أنا هل أنا عم بحكي غلق وصلني صور الأضرار المستشفى بإنجبال حكومة القصف بتصور هالي المستشفى هي حكومة ولد الدولة ما بتصور إنها هدف عسكري الحل الوحيد قبل ما نحكي المستشفى بنحكي شي رادع هذا العدو وقفه عند حده اليوم بارح سيارتين إسعافة نضربهم مسعفين تم استشهدوا 16 جريح من المسعفين هاي دول اللي منهم هل قتف عسكرية كفى كذب كفى تخبى بشعارات كاذبة اليوم مجتمع الدولة عليها مسؤولية كتير كبيرة يحمي على القليل المدنيين يحمي المرافق الطبية يحمي الكطاع الصحي نعم هناك مسؤولية هدا عدو ما عم بيحترموا لشراع الدولية الحل الوحيد قبل ما نحكي بالمستشفيات وقف الحرب اليوم وبقرة وكل دقيقة وقف الحرب بالنسبة للمستشفيات نحنا مكملين بالخطة اللي كدنا لرسمينا مكملين بالتنسيب مع المستشفيات برجع باللق الاستسلام هو خيار مش موجود بأموسنا ولا نحنا ولا المستشفيات ومكملين للآخر لكن الحل الوحيد قبل ما نحكي شو بلنا نجهز المستشفيات روخوا بقفوا الحرب شكرا للك شكرا للكم بحلقتنا اليوم بعدك زعلان مننا لا أنا مني زعلان منك بس أنت عم تصوّب الحلقة بطريقة تارية شكرا بالعكس أنا كنت كتير يعني الأسئلة حطيتهم بحسب ما يقال وبحسب ما الناس بدأ تعرف أنا بدأ تقلوش حاكي تتصلى تتشغل في شيتين أهم أحسن شكرا للكم بدأت شكرا للمشاهدين طبعا ملاقيكم بحلقة جديدة الأسبوع المقبل